في رابع جمعة من شهر نوفمبر من كل عام وفي أنحاء متفريقة من العالم يجتاح مئات من المتسوقين مراكز التسوق والسبب التخفيضات الهائلة فيما يعرف بالجمعة السوداء في 2020 أنفق المستهلكون 9 مليارات دولار على التسوق عبر الانترنت فقط خلال الجمعة السوداء وأصبح هذا اليوم تقليداً سنوياً وموسماً كاملاً أكثر من كونه يوماً واحداً للتسوق تقدم فيه العديد من العلامات التجارية عروضاً تروجية بأسعار منخفضة أحياناً لأسابيع في كل مرة كيف بدأت الجمعة السوداء؟ لا يزال أصل تسمية أمراً غير محسوم بشكل كامل لكن هناك أكثر من قصة أحدها تخص خبيري المال الأمريكيين جيم فيسك وجاي جولد بعد شرائه مال الذهب في عام 1869 اعتقد أنهما سيبيعانه بعد أن يرتفع سعره لكن لم يحالفهم الحظ في ذلك وأعلن إفلاسهما بعد انهيار سوق الذهب الأمريكي الذي بدأ يوم الجمعة عرف بعدها بالجمعة السوداء القصة الثانية تخص ضبط الشرطة بمدينة فيلادلفيا الأمريكية وأنهم اطلقوا تسمية الجمعة السوداء لتلك الفترة بسبب الزحام والفوضى التي تشهدها المدينة آثار سلبية وحقائق سوداء على الرغم من الصفقات الجيدة التي يمكن الحصول عليها خلال هذا اليوم لكنه لا يخلو من مخاطر وآثار سلبية لأن هذه العقلية المفرطة في الاستهلاك لها عواقب وخيمة على البيئة والمجتمع يبدأ الناس بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية والملابس وغيرها استعداداً لاستبدالها بالمنتجات الجديدة التي سيتم تحصلها في يوم التسوق العالمي في المملكة المتحدة وحدها البصمة الكربونية اليوم الجمعة السوداء لعام 2020 قاربت 429 ألف طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أما بالنسبة لنفايات الإلكترونية فيتم التخلص مما يصل إلى 80% من المشتريات بعد استخدام واحد أو حتى استخدام معدوم وقد يؤدي جنون التسوق أحياناً إلى وقوع مشاجرات وإصابات عديدة تم تسجيلها في الولايات المتحدة بين الزبائن الذين توفدوا للاستفادة من عروض التخفيضات هذا ما تستخدمه الشركات لإجبارك على الشراء يتم بيع الكثير من المنتجات في نسبة تخفيض محددة من الطرف المصنع لهذا المنتج بأسلوب يسمى MSRP مثلاً إذا كان هناك تخفيض لمنتج يبلغ سعره 100 دولار بقيمة 70 دولاراً في الواقع هذا المنتج كان يباع بالفعل بقيمة 80 دولاراً كخصم اعتيادي طيلة العام أما المتاجر الإلكترونية فتتبع أسلوب التعرف على كوكيز عادتك شرائية عبر ملفات الارتباط فتجد نفسك مباشرةً أمام المنتجات التي تعودت على تصفوحها وشرائها وتتبع المتاجر تيكتيكا الاستعجال أو أسلوب الفومو الخوف من فوات الأشياء عبر خلق جو عام من الطوارئ ما يدفع المستهلك إلى الإسراع في الشراء دون التفكير أو تفحص المنتج بعض الشركات تقوم بعرض منتجات قديمة وجذب المستهلكين لشرائها بأسعار تبدو تنفسية رغم كل هذا يعتبر الكثيرون أن هذا اليوم فرصة جيدة للحصول على صفقات مربحة ويجادل آخرون بأن هذه المناسبات تعبير عن النزعة الاستهلاكية وأنه يلقي بظلاله على طريقة صرفنا المال على المدى البعيد بشراء أشياء نريدها ولكننا لسنا بحاجة إليها اشتركوا في القناة